ندد الإمام الخامنئي بسياسة قوة الاستكبار وقيمها بتشكيل جماعات مسلحة باسم الإسلام مؤكدنا ان ارتكاب الجماعات المسلحة المجازرة بحق الأفراد الأبرياء مثال آخر لأسلب الأعداء لإثارة الخوف من الإسلام وأكد سماحته خلال خطاب ألقاه في طهران أن رسالة الإسلام الأصيل الإنسانية هي رسالة الاستقرار والعزة والشموخ والحياة المفعمة بالأمن إلا أن البعض لا يريدون أن تتعرف الشعوب على هذه الرسالة وأضاف سماحته أن الطامعين والمتغطرسين العالميين القلقين جدا من جاذبية رسائل الإسلام الأصيل الدعية للتحرر والمهددة لمصالحهم يستخدمون كل أدواتهم خاصة الفنية لإثارة الخوف لدى شعوب العالم من الإسلام كما أشار الإمام الخامنائي إلى جهوزية القوة المسلحة الإيرانية لدحر التهديدات وقال إنها قوة إيران العسكرية أثبتت جدارتها لذا فإن العالم يحسب لها حسابا ويدرك بأنها تعمل بكل قوة وجدارة في ساحة المعركة ترجمة نانسي قنقر